نحن نتكلم بشكل عام أحسن لأننا الحياة الفترة دي أنا كل اللي يهمني خلال هذه الفترة الأجواء القادمة أن يكون هناك عدالة في توزيع الأخبار على الجميع وليس موجودة على شام ما يحصلش الاحتقان اللي احنا خايفين منه بالزبط كده لأنه زي ما حضراتكم بتقولوا لو كان الجمهور ألف ولا ألفين ولا تلاتة ولا أربعة احنا عايزينه مية بهذا الشكل لو حضرتك أي سواء تلفزيون أو راديو أو جورنال أو موقع أو أي حاجة لو تناول الموضوع بشكل محايد خمس دقائق خمس دقائق ثلث دقائق ثلث دقائق سطر سطر مش بس كده كبير مش بس كده كبير ما لحجي لك يا أستاذ CASA لا مهدا السؤال يبقى لحضرتك الثلاثة يام ضل الزرا pill إذا كان الحوار عن التشكيل يبقى بيقول التشكيلين إذا كان الحوار عن المصابين عليه أن يذهب فورا للجهاز أو عبر المعدين ويطلب مين عندك مصابين. طيب ده ما قالش يقول لقد توجهنا إليهم ولم يجيبونا يعني. فمعلوماتنا بتقول إسلام وعصام لكن أسامة وجمال ومحمود سلام. لابد من مرات. دي الحرفية الحقيقية وده الاحترام الحقيقي. هيتكلم عن الحكام. يتكلم عن الحكام بسيفهم وبس. على ألغة لغاية ما الماتش يتلعب. هيتكلم عن عدد الجمهور. يتكلم أن المتاح يا جماعة. ألف هنا أو ألف هنا أو مية هنا ومية هنا. وعلى السادة الذين بقعوا التذاكر أنهم يقولوا لنا كيف بيعت. بلاش كيف. هل انتهى التذاكر الأهلي وهل انتهى التذاكر الزمالي؟ كل حاجة هتلنى منها اتنين. كل حاجة هتلنى منها اتنين. بوضوح شديد. وعلى المسؤولين في الأجهزة بقى. المجلس على الإعلام وكذا. مراعاة هذه التوقيتات وبدقة. عشان التلات تعمل ممكن يبقى نموذج رفيع جدا. ومن ناحية تانية عشان الاحتقان لازم موضوع الجمهوردة لأنه مهم. الناس فعلا صبرها كان طال. لكن انت قلت حاجة مهمة جدا وزملهم يعني يا جماعة بيقولوا لكوا كلام يقينا. ما لديك الآن هو أن تكون داعم للنادي الآلي. النادي الآلي خلي بالك فيه لجان شغالة وفيه سكوادات بيتبص عليها. لكن دول رجالتك. دول زي ما قال أسامة اللي فرحوك قبل كده. دول اللي كسبوا. كون فكرة نقل من الى دي اللي حصلة. ده ما يهزك ش. ده ما يعوركش. الموضوع على طول في النادي الآلي. إن الموضوع قدامك. لكن ما بيطلعش حد يقولك عملنا وسوينا. إلا لما يكون الموضوع جاهز. فيه بس رسالة من الجمهور فعلا. فضل. انه الناس محتاجة. انه النادي لو يستطيع تنظيم فكرة اللي قال أسامة. ان الجمهور يذهب. ولو يعني هو اللي يبقى مسؤول عن البصات وكذا. وكان بيقوله كان بتحصل في النادي الآلي قبل اي حد. حتى لو برسم المواصلات نفسها. لانه كده كده يشتري التذكرة. عايزين هم نوع من ما يحدث. لانه لاحظوا ان المنافس بيذهب في بصات بايد كارده وبتذكرته. هم بيطلبوا دراسة الامر ده من اللي جان العاملة في النادي الآلي الاجتماعية واللجان الأخرى يعني. ده مهم جدا. تاني بس أعيد وأذكر عشان الزملاء وفوها الحياة الحياد فيما هو قادم. والثلاث أيام تحديدا. مهم جدا. إذا كان هناك من يحترم فكرة يا أستاذ يا كابتن حضرتك اللي بتتقلن في الشوارع ودي نعمة من عند ربنا. وإلا فالحقيقة يعني سنخرج جميعا. مش بس للدفاع عن نادي الآلي. الدفاع عن قيمة اسمها المهنية ومراعاة الضمائر. لأنه فيه شباب 14 سنة وانت نازل مش وانت طالع هيبقوا في كارسة حقيقية بيصدقوك وبيسمعوا كلامك اتق الله فيهم. مش هقولك بقى زي الناس مقولك اعتبر على أولادك ولا أخواتك الصغارين. اعتبر أن أنت في رسالة. في رسالة ربنا يحسبك عليها. زي ما بنقول الحكام انت قضاء. وحتى الآن أغلبهم مش مصدى أنه قاضي فعلا زي القاضي بتاع العدالة مع صوبة العينات. انت كمان راجل بتشكل جزء من وجدان المجتمع والجزء من ضمير الأمة. إذا لم تكن حاضر في المعاد. خلاص نعدك على قل المجموعة دي وعندنا أصدقان وزميلنا كتير وعلى فكرة بألوان أخرى لأ هنطلع احنا بقى يعني في حالة وقائية كده ونعمل يعني ما يمكن أن يكون حقيقي فيما هو قادم إن شاء الله يعني.